اصغر بنت عندي اسمها شيماء شيماء رضا مريض التوحد فرض حركي من لما كنا بسوريا قبل الاحداث يعني شيماء صار عمره اربع سنين اكتشفنا انه هي البنت مي طبيعية ما بتضحك ما بتطلع في عيوني ابدا انه ما تمسك ايدي انه انا عبربيه بك انه عبربي يعني مثلا انه لعبي ما بتعرفني انا اما ابدا اخدتها على دكتور قالوا لي هاي البنت مريضة التوحد فرض حركي اخدتها على مركز للتوحد كنا نروح من باص لباص اي كان في صعوبة الحمدلله ومرقت يعني جينا ع تركيا تعزبت كمان كتير يعني قصة المدرسة حطتها مدرسة للمعاقين بتروح الساعة 8 تجي الساعة انتين اوتو كارب يغدا اوتو كارب جيبا مجانا انا فترة الزلزال يعني اخاف علي واخاف على شايماء فيوم البيتنا هدا يرج يهز البيت انا بدون ما احس ابدا ابدا امسك ايد شايماء انسى ولادي كلهم امسك لاني شايماء ما بتعبر شايماء ما بتعرف تقول صار زلزال عبيرج البيت دي طب فوقنا نموت انا امسك هيك وارجد على حديث هيو شكور عجبنا نحن هوا الحديقة بنبرك التلج وحطينا هيك حرامات حطينا لتنكي حطينا لنار صلنا ندفة انا وياها تهدى شوي الامور يعني شوف الهدي الزلزال بنرجع نجي عالبيت برد لانه تلج تلج يعني شي مو طبيعي لحرامات حطينا هون كله ينقل تلج يعني بوزت شايماء ما بتعرف تعبر حاولت اني واخدها سافر انا وياها هيو بخلص من الشغل متعب انا بشتغل بالمطاعم وبتعب هيك وبدأ طلع عليها فقلت باركي نسافر عربا انا وياها ونرتاح فريحت عالاممتحدة تمسخروا علي قالولي بدك ناخدك عالسوريا بدك على السودان والله حلمي انه انا وشايماء نسافر لبرا هيك قالولي في اهتمام جزء اخد ارضه على دكاترة اذا الامكانية صارت كويسة هنيكة مثلا نصور لها الدماغ نصور لها انه نعتني فيها مثلا انا معي دسك ومعي انزحاف فقرات الحمد لله يعني ومن اللي صار الزلزال عندي بنتي هاي المريضة شي ماء يعني صار معها يعني نحن صارت تصرخ شي عجبة يعني بصوت قوي كتير وتهز وكذا فالمهم يعني خفنا عليها انا رقضت شلتها يعني خفت عليها اكتر من الزلزال يعني ما عد نعرف ايش صار ايه والحمد لله مثل العالم طلعنا دبرنا هيك حرامات وكذا سوينا هيك خيمة هون بالمنطقة والحمد لله رب العالمين يعني بس اتأثرنا وخاصة الشيماء لحد الان متأسرة من هاي الموضوع زاد مرض العصب عندها يعني يعني اكتر شي بزعجني كان عندي موتور بنزين وطريت ابيهو للظروف الصعبة والله مع اني بعدين اندمت كتير اندمت يعني الشيماء دائما تذكر موتور موتور انا كنت معلمها كلما بدأ اطلع من الموتور مسلا اجيب شي شغلات حاجيات للبيت اري اخدها معي بشان بس تغير جو يعني ايه الحمد لله رب العالمين هلا بس هيك الله هيك فرج علينا بدي ارجع اخد موتور انشاء الله لاني اهم شي دائما تذكره هو الموتور فهذا اللي مثل ما بقوله بيحز بنفسي